دعم كردستاني لمزارع الطماطم في البصرة حقق الاكتفاء الذاتي وأنعش تسويق المحصول المحلي بعد أن أوفت حكومة أقليم كردستان بوعودها بمنع دخول الطماطم المستوردة أبرى منافذها خلال موسم الانتاج في البصرة شهدت المحافظة انتعاشا في وفرة المحصول وتسويقه فيما يفكر مزارعونه باستصلاح أراضي أهملت بسبب خسائر مالية متكررة بعد اللقاء مع وزيرة الزراعة في أقليم كردستان أبدت الاستعداد التام للدعم المزارعين في جنوب العراق ومساعدتهم وأصدرت قرار في منع دخول الطماطم من المنافذ أقليم كردستان بعدما رجعنا من أقليم كردستان والتوجه الحقيقي الذي واجهناه من قبل حكومة أقليم كردستان في حماية المنتج صراحة أسعدنا لأن وقفه ووقفه جادة مع المزارعي الوسط والجنوب وخصوصا في محافظة البصرة انتعاش الفلاح وفرة الانتاج موجودة والأسعار شوية صارت مناسبة للفلاح ومزارع متركة راح ترجع للزراعة والفلاح ينتعيش وفي الوقت الذي غاب فيه الدعم الحكومي للفلاحين والمزارعين يأتي التزام المنافذ الحدودية في الإقليم بالرزنامة الزراعية تشجيعا لزيادة الانتاج في البصرة الذي بلغ نحو 9000 طن يوميا الفلاح اليوم يدعي من الحكومة ماكو بالنسبة كأسمدة كبذور كمواد بلاستيكية ماكو يدعي من وزارة الزراعة وغيرها طالبنا أكثر من أربع سنوات على المنافذ الحدودية والحمد لله التزمه اليوم بالرزنامة الزراعية وكان انتعاش قوي وزيادة عندنا وغرة انتاج قوية اليوم اللي هي صارت أزيد من 9000 طن اللي هي تكفي كافة محافظات العراق واكتفاء عندنا ذاتي وهذا الاكتفاء يكفي لفترة مالتنا الأخ 17 أربعة أو أزيد وبحسب مزارعين فإن موسم انتاج الطماطم يشهد أفضل حالاته بعد تلاشي المستورد واعتدال المناخ الذي سيسمو بانتاج وفيرنا في هذا العام أثر لبا ديوان نيوز البصرة ترجمة نانسي قنقر